اشتركوا في القناة كلمة خطاب إطلالة لرئيس الجمهورية نعماد ميشيل عون البعض يقول هو خطاب نهاية العام أما البعض يذهب أبعد يقول هل يكون خطاب نهاية العهد باستقالة رئيس الجمهورية لطالما قال ميشيل عون أنا أعمل لتاريخي وليس لمستقبلي أنه أنا اليوم بعد أن أشتغل ليكتب التاريخ عني مش للمستقبل نظرا بأنه كما هو يقول بأنه اشتغل كتير سابقا للمستقبل اليوم إجا الوقت ليشتغل تاريخه هل تتوقع استقالة رئيس الجمهورية؟ أكيد رئيس ميشيل عون لن يغضب عن الاستقالة هذه الشغلة واضحة ومن خلال مسيرته وجهده ومعاركه ومرتبة من دماء وتهجير ومصائب وتعطيل بالحياة السياسية لن يوصل للرئاسة ليستقال الرئيس عون اليوم بس إذا استقال تاريخ لح يكتب أنه هو الرئيس الذي استقال بوقت يعني اليوم إذا بقي العهد هو عهد يعني البعض يصفوا بأنه عهد جهنم أنا مبارح كتبت مقال الفيئ مش نعوم بين الشعبوية أو الاستقالة اليوم إذا استقال ما في شك اليوم في المشكلة اللي سايرة في لبنان طبعا هي حزب الله ومنظومة اللي هي كمان كانت ترتبت فساد وسرقات واللي إجا التيار وشارك فيها بآخر سنوات يعني كلهم متكاملين اليوم الاستقالة ترفع الغطاء عن حزب الله تحمي لبنان تحمي من أي تقارير وتؤدي إلى خيار جديد إنما ميشيل عون لن يقدم ولا نتجرأ على فك أول شيء التحرف مع حزب الله يعني وأي خطوة تزعج حزب الله ولا نقدم على الاستقالة أي ميشيل عون؟ ميشيل عون الرئيس ولا ميشيل عون الجنرال يعني البعض بقول أنه ما حدا توقع بـ 88 وقتا أنه هل قد يذهب بعيدا أن يخوض حرب منفردا ومين اليوم بتوقع شو ممكن أن يقدم عليه؟ شهوة السلطة بتكلف كتير بتخلي الإنسان يعني بدأي لك شغلة هتلر مثلا ما قتل حدا بإيده يعني مثلا المعارك والقرارات يعني اليوم شهوة السلطة مرتبت من دم وسقود ومعارك يعني خاصة المعارك اللي هي طبعة مع أهل البيت يعني بالبيئة المسيحية اللي دمرت هالبيئة نتيجة حساباته بالهجوم على فريق مسيحي يعني معركة بقلب البيت عملها مشان عون كلها هي مشان الرئاسة اليوم وصل على رئاسة جمهورية فشل واضح فساد مستشري كان ممكن هو يحد منه خلني كمل كان ممكن يحد منه يعني إزرائلنا البدد كان فيه منظومة اللي هي صارت معروفة يعني طبعا نقعد نسمى نقول رئيس نبي براء والإستاذ الفرنجية والنائب جنبلاط والحزب الله يعني بقعد نسمى بشكل عام والمستقبل طبعا نحيط حدا يعني والمئات ما فيك كده يعني والصفة دين ما فيك تغيبة عن حدا ما عمل ما عمل شي بها المرحلة هاي دي إلا أنه إذا هو يعني هن كانوا مسؤولين قبل ما أوصل لجوابي هو إجاب الخمس سنوات الإجابية بلش دره رتب ورواتب سلسلة رتب ورواتب توزفات سدود صفقات كهرباء صفقات اتصالات توزف عمل إشياء دمرت مطبقة كان ممكن أي مسؤول بيوصل لمحل بيقول هاي ديما نبعيدة أنا بقول بعد فيه قدامة خميرة أو المقومات منها بنطلق الدفولت عمل مشاكل مع كله أنا مدمر البلد هو معهو ديك يعني بالتكامل هو إنما اليوم إنما اليوم إنما اليوم مدمر وهجر المسيحيين تنحكي لأنه هو رفع شعار دفاع المسيحيين اليوم شو صار بالبدل اليوم ما رح يعمل ما فيه استئالة رح يكون الكلام حسب تأدير هو خلاصة كلام دائم والكلام بيقول إنه أنا ما خلوني أعمل هذا الخيار يعني أنا بدي أدعي على جلسة حكومية وبدو يطلب للرئيس مئاتي إنه عمون جلسة يعني بدي وأنا لو كنت رئيس كنت ببعث وراء جلسة وبعملها كل اللي بدي يحكيونه اليوم منه عن موضوع الدستوء يعني صلحيات الرئيس بدي يقول إنه مش كيفية بدي إعادة نظر فيها بدي يطرح شعارات هي هروب نحو الأمام أنا عم بيحكي وقائع لأنه الناس ما بقى تتحمل الناس جاعد الناس عم تهجب لشان هيك البعض عم بيقول إنه اليوم لم يعد بأمام رئيس الجمهورية إلا الخروج من القصر يعني الكل عم بيعد أيام للخروج من القصر بعبدة والعودة إلى قواعده يعني إلى زعامته بمعنى معين مين قال مش ممكن يقلب الطاولة يستقيل ويذهب قويا إلى انتخابات محصومة اليوم بأنه النتائج ما راح تقول لصالح تيار الوطن الحق يعني إذا استقال مش هلعون اليوم بيرجع ممكن أن يعود زعيم فعلا بالشارع المسيح الأقل لا يعود زعيم اليوم بعد ما يعني بعد ما رتب ما رتبه من تداعيات مش سهولة الزعامة وقت اللي يعني ساعدها بيحملوا كل المسئولية لأنه الآخرين هن اللي دمروا هاته العهد مش هو بالبلد كان أنه في حيار جزاب وخاصة هو يعني عند المسيحيين الخيار السيادة هو طرح حاله بلحظة أنه ضد الميليشيات ووقت الهجم من القوات البلانية ووقت العمل قال أنا ضد الاحتلال السوري هذا بطلب من صدام خسين عم فات على أجندات خارجية اليوم سيقولوله الناس وأنا عم بسمع من الناس أنك أنت اليوم رحت بخيار أنت فهمت مع ميليشي ومنت اتفاق معه طيب لا يحمل سلم الأهلك إن هذا أساسا العنوان الرئيسي أنت كمان اليوم ضحيت بسيدة البلد أنت شركت مع الفاسدين بسفقات أنت والتيار اللي عندك من هون مش العودة مانا سليمة يعني مانا عودة الابن الضال هايدي بهالمنطق هايدي اليوم الناس بيعرفوا أنه رتب على البلد بالتكافل والتضامن مع الآخرين من موقعه مسئولية تدميرية على البلد يعني هو ويهن يعني إنه شكلوا مية بالمية مع كل الطائم السياسي اللي كانوا من 92 طبعا حيّت حضر فإذن العودة أنه تحت شعار المزاهدة لن تسرح لن يؤدي بقى إلى تأثير العواطف في بعض الأغنام هايك بدو أقول عن بعض المحزبين عن بعض الأحزاب في بعض هذا الواقع لأنه بالواحد بتفاجأ بس إنما عند الرأي العام بشكل عام ينيقز لن يستطيع مش العن أن يؤمن خلقا أو يتموضع مرتين إذا استقال شو بتقول إذا استقال شو ساعد إذا استقال لن يؤدي إلى زعيم يعود إلى موقع رئيس طيار أو رئيس سابق أقوى أقوى مما هو عليه اليوم البعض رح يقوله نتخلى عن الرئاس هيحتلعب دور بس لن تؤدي إلى دور زعيمات يعني بمعنى أنه سيكون ستلع اليوم رئيس الجمهورية وقال لطالما قلت أريد الجمهورية وليس رئيسة الجمهورية ولما وصلت لقيت أن هذه الجمهورية تدمرت وأنا أعلن استقالتي هيدا ما بيجعل من مشانعون زعيم برأيك بكل الشارع المسيح لا 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 مش كل الشارع رح يقولوله العالم أنك أنت تأخرت الناس صارت رعية اللي صار 17-20 اللي صار بعدة مخطط خلت الناس يكون رعية وإني كنت هلأني مدجنة حالا ما بعرف لأي سبب يعني رغم كل النقر هيدا التراجع الاقتصاد الاجتماعي الأزمات اللي صايرة الفقر اللي صاير ما رح يقولوله أنك أنت اليوم يعني عدت إلى القواعد سلمة أوكي جمهور رح يقوله كمان أنه هذه المنظومة مثل ما عم بتقول حضرتك منظومة راكمة من التسعين يعني وهلأد مكبل البلد أنه حتى هي اللي عرقلت هذا العهد حيحمله المسؤولية لمنظومة هلأد رئيسها يعني بيقوله لك شو بدي يقدر يعمل بعد أكتر رئيس الجمهورية طالب بإيقالة حاكم مصر في لبنان طعن بيقانول الانتخابات مؤخرا ما قدر يعمل شي تحالفوا ضده كمان أركان المنظوم بيقوله كي شو بيقدر يعمل بعد اليوم إذا استقاد بيرجع بيستطهن قواعد عنده هو بس من مين بدي يخد ناس يعني تنقول اليوم بما تبقى من ناس هجرت وعم هجروا وقصب من مين بدي يخد يعني اليوم اللي تركوا اعتبر أنه أنت مسؤول وأنت غطيت وأنت مشيت بمحاور الممانعة وأنت يعني أنت فريقك ارتكب بالسدود أنت رئيس تكتل طبعا ابقى صهرك هو يعليه مع عقوبات بالفساد مش راجع اليوم سليم مش راجع من معركة هو مش مشظة هلا بأنه بيستنهد بمعنى أنه بيكون بس دعصة بس بس مش معناته زعيم يعني أوصنا بدي أقولك عند المسيحيين خلصت الزعيمات خلصت مع كميل شمعون وبياري جميل والمؤدو والسنوان الفرنجية خلصت يعني آخر ما بقى فيه زعيمات فيه مسؤوليين فيه رؤسة أحزاب بس اليوم لما البطيار كل رأس الكنيسة يوصف أحد رؤسة الأحزاب اللي هو دكتور سمير جعجع بالناسك أنه ليش ما بقى فيه زعيمات هم بالطوبة هم بالطوبة هم بالطوبة هم بالطوبة هم بالطوبة تفعله من ميشانعون لأنه بطراك الراعي عدة مرات قال إن الدولة ستسقط إمام الدولة وحكي عن خوف النظام وشايف أنه فيه مسؤولية على ميشانعون حكي خب عبر بإجابة عن دكتور جعجع لأنه تعتبره ناسك بالسياسي يمكن أو بالمبعر ناسك بأي بطراك يعني ربطه هو هده كلامه هده تعتبره مبالغة هده تأصيره أنا بس كون في كلام بهذا النوم ما بنائش فيه أنا بقول أنه سامير جعجع بالنسبة ل إلا أنا كمرائب شخص رئيس حزب عنده مؤيدين عنده حضوره باللعباء السياسية أفضل من آخرين ما فات بارتكابات عملي يعني بمثل ما صار مع هايز الفرقاء يعني طبعا إذا بينه وبين ميشنعون هو أفضل من ميشنعون لا ارتكب لا ارتكب شو؟ ما شفنا الارتكابات اللي غطيها ميشنعون بموضوع سيادي العوات الليبنانية ما كانوا بالحكومات يعني مش من بعد الحكومات أنت عمني دي مفاضل بالشخصين بين شخصيتين ما بتني مرتكب كانوا موجودين بالحكومات ومن بعد كل شي نحقق كهرباء وصدود ومرأ وزير خارجية جبران باسير قرروا أنه يسموا ميشنعون دي رئاسة الجمهورية وين بيكونوا مشارك هذا النوضوع أنا حكي عنه مطولة حاجة أحكيكي أنت عم تعملين المقارنة بين الشخصين دعنا نحدد قبل ما نحكي بالسياسة العاملة الأداء الحزبة بالشخصة أنه سامير جعجع شخص كان أمير حرب رجع على الحياة السياسية حيوال يبين وإن كان عندهم بأسلوبه مشاكل مع كتير قوة سياسية إنما كان حيوال يقول أنه أنا شخص آخر أنا أريد الدولة ميشنعون كان قائد جيش إجا على الدولة مشى وعوم الأداء المليشية وهي أول شغلة بالأداء السياسي من 2005 إلى اليوم ما في حدا مش مسؤول وأنا دائما نبقول أنه القوات اللبنانية ما بيقشعوا شو فيه عند مثلا حركة أمل ما بيقشعوا شو فيه عند الاشتراكة ما بيقشعوا شو فيه عند الفرنجية مش أنا خلق نكونوا واقعيين شو بدي بزعامة نبيهبرية أو بزعامة الفرنجية أو بزعامة جمهرات اللي هي تركيبة إقطاعية بالبلد وتتقاصم كل قد الحصص نحن عم نحكي أنه أنا بهذا الواقع على الشخصي بموضوع الصفقة مع ميشيل عون موضوع آخر أنتوا عم تقولوا عن ميشيل عون من زمان أنه هو عميل لإيران وأنتوا بتقولوا عنه أنه فاسد ويعمل صفقات لما تعاونتوا معه وعملتوا الصفقة معناتها سلمتوا بالفساد والعمال هذه دي واحدة أنا عم بحكي بالشخص الشخص أفضل شخص ميشيل عون بين ميشيل عون وبين سامير جعجع يريد الدولة ميشيل عون غض نظروا عن تدمير الدولة بوقت أن فيها حمية هل تستبعد استقالة نواب التيار الوطني الحر كمان ولا حالة لا حالة لا يستعيد لا يستعيد لا يستعيد لا يستعيد هناك تحصين شروط ورفع سقف أنه بجزين يعطونا بكرة أصوات ومدونا بإمكانياتنا المعركة وبالمتن إذا فيه مثلا عارفين صوت من الطائفة الشعية الكريمة أو بمنطقة كسر وان عطلنا يون يعطونا يون كسر وان وخلافهم صار مع زياد أسود ممكن يكون ما بدي أسمى أحد تاني بكما أنا مادام أنا بالانتخابات ما بحب يعني يسمي يمكن يكون فيه حدا تاني يعطو صوت يمكن يكون فيه كتوليكا أمرونه تاني يعطو الليستا من زمان الطائفة الشعية كان فيها كتر اشتهدات من زمان المهول ما تشطبه بتلزاكري قص الراساليستر يعني هي هيدا كلام بسيار شفنا شو صار بجبال الشيخ نعيم قاسم كيف راح عمل فترة بالألفين والمنتعش هيدا موضوع يعود لألون ما عندهم مشكلة حزب الله حزب يعني بيع برقماته وبقطع وبهمه أكثر شي تبقى البيئة بين إيدي يعني ما بهمه قد ما يحكي جبران بسيد اخر شي باقي معه هو ومشي العون باقي رئيس مغطي مشان هاي يعني متفع هالإطلال يعني بيعلولو متبدك أنه العاب قد ما بدك يعني مشان عون يمارس هو جبران بسيد هيدا الخبرية ببكي وبروح يعني أنا بمثل عن ناس وهنا نشحوا فيها مسلوا على العالم المنيح وقدروا مسلوا ووصلوا لهون بس أنه يكون فيه خداف ما حزب الله وقاطيعة لا استقالة لا فيه كلام عن حتى استراتيجية دفعية ما بيدعي لألا حتى إذا كان مطلوب ينعمل حوار وطن أو استراتيجية دفعية لن يدعي إليها مشان عون لا يستفز حزب الله بالأل استراتيجية من هون الكلام اليوم هو كلام أنه أنا ضحية وأنا ما قدرت تعملت وما عندي صلاحيات هذا الكلام هو زيته سيصبح في هذا الإطلاق يمكن أكثر شيء بير مباشرة على رئيس نبي برق يعني هيدا واضحة معتبر هو أنه عند المسيحيين أنه هيدا بتجيب مع أنه اليوم مغير الرأينا عام المسيحيين اليوم الناس يقول لك مش كلها القصة عند غيرك أنت مسؤول يعني ما في بقى يحط الطابع عند آخرين راح تبع معك استيسيمون لكن ننتقل إلى نقل مباشر لكلمة لواء عباس إبراهيم في احتفال تدشين مركز أمن عام المفتش الأول شهيد عبد الكريم حضرش الإقليمي برعاية وحضور المدير عام للأمن العام وبعض الشخصيات الرسمية والمدنية والدينية من الغبير في الضحية الجنوبية إسرائيلي والإرهابي أيها الحفل الكريم لقد أنجزنا هذا المركز الجديد بعد أكثر من عامين من العمل المتواصل في ظل ما يعانيه لبنان من ظروف اقتصادية صعبة وأزمات متتالية على مختلف الصاد لتوفير الجهد والوقت على أي مواطن أو مقيم من طالبي خدمات الأمن العام في هذه المنطقة وتأمينها بسرعة فقد تم تجهيزه بأحدث تقنيات العمل وبما يتلاءم مع التنظيم الإداري الحديث لنؤكد لمواطنين وللمجتمع إصرارنا على مواجهة التحديات التي يعيشها وطننا من خلال استتمال خطة الانتشار الشاملة في كل المناطق التي أعدتها المديرية العامة للأمن العام تلبية لاحتياجات اللبنانيين والمقيمين وتسهيل لمعاملاتهم إن مهمة عسكري هذا المركز مع غيره من دوائر ومراكز الأمن العام المنتشرة على مساحة لبنان العيش المشترك لبنان الرسالة هي أن يكون العين الساهرة والأزن الراسدة واليد الضارب لإحباط الأنشطة الإرهابية والتجسسية والجرائم المنظمة حفاظا على الأمن القومي الوطني وضمانا للاستقرار الداخلي كما السلم الأهلي تحصينا لركائز الدولة وتدعيمها على الرغم مما هي عليه وما بلغته من تعسر لأن الدولة تبقى بالنسبة إلى اللبنانيين كل اللبنانيين الملاذ الأول والأخير فقد جرب اللبنانيون الانقسام فكان أن انقصموا على زواتهم وانفجرت معازلهم وقيتواتهم بهم فحضاري من إعادة التاريخ إلى الوراء أيها الحفل الكريم إن افتتاح هذا المركز النموذجي بأندسته ومراعاته لأرقى معايير الخدمة العامة يساهم كما غيره من الدوائر والمراكز الإقليمية في تعزيز الموارد المشارية بشكل متوازن وترسيخ الوحدة الوطنية فيشعر أبناء الوطن على مختلف انتماءاتهم ومناطقهم أن الدولة تحتضنهم وترعى شؤونهم مما يؤدي إلى زيادة تماسك النسيج الوطني وأخيرا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في بناء هذا المركز من مسؤولين رسميين وإداريين أو الذين قدموا الدعم المادي واللوجستي وأخص بالذكر سعادة المحافظ بيروت ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت عشتهم وعاشة لبنان إذن كانت هذه كلمة لواء عباس إبراهيم في افتتاح مركز الشهيد عبد الكريم حضروج فيه لغبيري للمركز للأمن العام استسموا باختصار عم بتقول كل ما يعني ممكن أن التوقع من هذه الكلمة اليوم هو تمثيلية شعبوية متى ما بمارس عدد من النواب التمثليات الشعبوية للمزايدات فيه كم واحد أخدوا قرار وتركوا الكتلة وقبل منهم 2013 كان فيه كمان دكتور سليم سالهب وقت كثير غرقوا مع إيران ضرب فريمو وقال ما بدوا يترشح فيه ناس كانت معهم ما قدرت تكملي لأنه يعتبر أنه في شيء عم يدمر البلد يعني تابعت كيف ما عمل ميشيل معوض ونعمة الفريمو وما بعض مين آخرين مش هل الظاهر مش هل الظاهر يعني ما بدي سألنه ما حدا قدرت يكمل إذا يعني بهذا المنطق وإن كان بيجي بيقلك ناس أنه نحنا يا خي باقيين وكرامية ميشيل عام الجبران الاستمارية في هذا الواقع هو تغطي لحالة شازة بالبلد ستابع معك بعد الفاصل الأعلاني الأول ماذا عن الانتخابات طالما دخلنا إلى هذا المحور تحالفات كيف ستكون تيار المستقبل هل يعود رئيس فؤاد السنيورة إلى الواجهة بعد انكفاء سعد الحريري بعد الفاصل مشاهدين أهلا بكم من جديد ونتابع حوارنا مع رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فادر استسمو قبل ما أدخل إلى محور الانتخابات من ضمن الأسئلة إلى أي حتى تتحمل قوات مسؤولية تجاه إصال مسؤولية تجاه الشعب بإصال عون إلى رئاسة القوات البنية مسؤولة مباشرة عما رتب مشاه العون من أداء ونتائج لاش كيف تتحمل وسودية؟ أول شيء إذا منذكر يعني وقت تم انتخاب أو تسمية الرئيس مشاه العون للرئاسة كان في زهوة قواتية وأنه هذا يوم وطني ونحن يعني هذا صنع في لبنان وأنه رح يكون قدام مرحلة جديدة وقت في كتير كانوا يقولوله للدكتور جعجع أنه مشاه العون عنده تاريخ وعنده مستكي وعنده أسلوب من ضمن السعودية؟ لا لا قبل السعودين في ناس هون عقلهم بالراسهم كانوا يقولوله بس كان فيه منطق هو المنطق الألغاء الموجود عند المسيحيين أنه أنا شو بدي مثلا أنه يطلع فارس سعادي نظر علي ويعطينا رأيه خليني ألغي أنه دور يشمعون شو بدي فيه بنلحقه على دار الأمر يعني بالانتخابات البلدية هي تسير صنائية معينة مثل صنائية أنه نحن بنعمل صنائية هذا تسلط المسيحي خلّه أنه يصير فيه هذه الصفقة الصفقة خلّت ناس يقولوله يا أخي طب ما أنت عقيل عنه ما تذكره ما هذا معروف شو تاريخه ومعروف أسلوبه ومعروف إديش مثلا قلت زيما ما حسب الله وما حسب الله أنه كان فيه قبل منه كلام كتير يعني بيّنت وقت مثلا سامر حنق اللي يرحمه وقت سبع أيار وقت ويسامر حسن كيف كانت ردة فعله لميشانعون ما كان يسأل أنه هذا الشخص ملتزم بحزب الله يعني وبالمحكم الدولية عنده مواقف كانت يعني إذا بدك منطق المحاصصة موجودة وبيّنت بالاتفاقيات بعدين مشان هاك اليوم أولا ميشانعون معروف أنه هو قرره مش بإيده بموضوع حزب الله لأن حزب الله اللي عم بشكل حكومات بالعراق يلعب دور حافر ويحافظ على نظام بسوريا بلبنان اليوم مش نعوم ما بيقدر يكون حليف ناده سيكون تابعigungل peak له ما حدا باللبنان اليوم فيقول حليف لحزب الله قال لابيه بره بل موحيد ино أحجم إلى أدوار يعني اليوم فيل الآخرين آخرين زميين زميين قدام حزب الله يعني مشان هاك مشانعون ما حدا فيه اليوم يقول أنا سأكون مسلا ما حزب الله شريك أو أنا وحزب الله وحزب الله وأنا في حزب الله وفي أدبع لأله تنكمل هون أنه ميشيل عون كان معروف كان معروف الارتكابات المعمولة بالكهرباء والاستفاقات اللي عم تسير بالسدود كانت مبلش من وقته فأذن أنه ومعروف خيار ميشيل عون أنه لن يخرج من الممانعة وصول ميشيل عون بمرتب على البدد من عزل إقليمة بخياره السياسي بأداء داخلي بالتزامه بالحزب اللي تركه هيمن على الدولة بالفساد اللي ارتكب بعهده طبعا القوات الشريكة كمال مستقبل طب كمال مستقبل بس كيف تتحسب تتحسب الناس اليوم عندها انتخابات عندها انتخابات فيها تقول أنا بدي أيد أو مبدي ما أيد الانتخابات هي المحق اليوم الأساسي تعتبر الناس أيضا ستحاسب القوات كما ستحاسب التيار اليوم التيار سيتحسب أكتر أولا القوات حاولوا يرحظوا حالهم من المعادة للبلوية تقول انه هن شركة بالمخاصصة يعني مع انه لحديد من شي سنتين أو سنة كان بالمجلس الدستوري كان عندهم شخص محترم مطروح يعني كانت المخاصصة مطروحة لحديد من سنة وشوي إلا انه طبعا ما في واحد يقارن القوات بالتيارة الوطنية يعني انه اليوم تكفي العقوبات على جبران باسيد بماغنسكي تكفي العقوبات على داني خوري اللي ربطوها بجبران باسيد كمان بس انه ليش بدأ اليوم تاخد شعبية القوات بوقت هي كانت رافعت وجود وإيصال رئيس عون إلى الرئاسة حسب الناس كيف تتشه العالم هيدا علاقة باللوايح هيدا علاقة بالخطاب السياسي في ناس بتنسى في هني كمان هني بنموا حالهم قواتيين يعني عندهم تنمية لذاتهم يعني في عندهم هذا الواقع بالمقابل ما في خيارات جديدة يعني إذا بقلك يعني اعطينا منطقة تألك من في بديل يعني إذا بقلك اليوم بمنطقة معين ما رح سمي أنا لويح بدنا نشوف شو بدو يسير كيف لو تتتكي باللوايح بس هني قالوا نحنا ما قلنا عليها ما خصنا هل إنه بتقطع أو ما بتقطع مع من ستتحارف القوات برأيك بالانتخابات لحد هلاني بعد ما بينه بس الاشتراكي نعم يعني دائما في حليف انتخابي وحليف استراتيجي عند الأحزاب للأسف مين الحليف الانتخابي هيكون هلأ أول حليف واضح أنا في معطيات بتقوله هو الاشتراك بالجبل أنه الجبل مش لموضوع المصالح أو تعزيز هذا الواقع يعني في هذا التحارف بغير مناطق بعض مش واضحة قد تكون لصالحهم أو مش لصالحهم حسب المناطق بس ما عندي فكرة لأنه اليوم يعني ما بقى فيه هذا التحالف الواسع اللي كان يجمع تحت سائف سياس اليوم لو فيه مثلا يعني قوة سياسية تانية تلتة هنويهن فينا نقول مثل 14 قدر 2013 عفوا 2009 كانوا متكاملين مع بعضهم هلأ ما فيه حدا يعرف كيف بدأ تكون التحالفات عندك مناطق واسعة عندك شمال أربع عقضة هي عندك مناطق عكار حتى خصوصا لأنه تيار المستقبل يعني اليوم بموقع 108 زميلنا حسين أيوب ناقل جواب أنه الرئيس الحريدي أبلغ تيار المستقبل بأنه غير مرشح للانتخابات وأنه سيتم حل تيار المستقبل بلقاء مؤخرا من نحو الأسبوع عبر زوم قالوا أنه هذا الموضوع وبكرة منه مرشح هو وبس يجي بحكيون عن قريب بناقش الأمور وأنه بدوا ينحل الطيار أنه أنا بدي ما بدي تنظيم فلنكون نحن تيار يعني سياسي أنه حالة سياسية مش تيار بهيكلية ما الهيكلية عم تعمل مشاكل لأنه ببعض المناطق بين النواب وبنسقين وبين يعني خاصة أن نسكن الرئيس يعني رئيس أي حزب مش موجود هذه نقطة نقطة تانية يعني هو حسم سيد الحريدي بأنه غير مرشح لانتخابات هذا من هذا يعني نحسم كليا ورئيس السانورة كان عنده ونحكى معهم من قبل رئيس السانورة أنه هل أنه بيترشخ رئيس السانورة ببيروت ويعني أو بيعملوا قيادة مثلا أول شي قيادة للطايفة السونية يعني مع الشخصيات بعدة مناطق لعدم أنه ترك الطايفة اللي هي طايفة منهارة وطايا 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 مأهورة بمفهوم أنه أنه تحد من اخسارتها وتأكد على وجودها أو بروح على مثلا أوسع ما يسمى يمكن ما بعرف مجلس وطني اللي عم تطلح حسيدة الجبل أو آخرين يطر أوسع بعد ما نحسمت يعني رئيس السانورة إجرى من الإمارات بس هذا الموضوع ما نحسم حتى إذا هو سيترشح في بيروت ما نحسم لأنه هذا الموضوع كمان ما بيقدر يعني رئيس الحريرة إنه إذا كان مرشح السانورة هو يتفرج يعني فيه دول معنى وإلى قاله بالمعركة يا بد يظهر من المعركة كليا يا بد يكون فيها بس هو لي بد يظهر كليا مضبوط بطلب إماراتي بطلب إماراتي إنه هذه المرحلة اللي أنت عم تكون موجود فيها لا تتناسب يعني مع مع أي يعني لا تقدي إلى نتيجة والموضوع بالمنطقة كله ردو معالشي بس عم يلحك بغياب سعد الحريري اللي أربع إلى خمس سنوات يعني مش بس إنه هو ما هيكون بالولاية النيابية المقبلة إنه حتى بهالفترة ما هيكون مطروح لأي شيء لا لرئاسة حكومة ولا بمشهة هناك كلام على خمس سنين تقفهم إنه هلأ أنه إنه وقف السياسي على خمس سنوات بلا هلأ خلي الأمور شوفهم توصل ليه خمس سنين مين الطالب هالطلب السعودية في تقفهم سعود إمارات إنه هلأ إنه هو إنه ما يفوت بالحيث السياسي باللبنان هلأ ليش كيف شو حسبتهم ليه اليوم أي مشاركة اليوم اعتبره هو كان محل نجيب ميئاته شو كان بيعمل سعد الحريري شو في عمل أكثر من نجيب ميئاته طيب ما في عمل شي في كلام فليش ليه بده تم يعني معاقبة سعد الحريري فقط إذا مفروغ منه الموضوع إنه لا أحد بستطاعته إنه يعمل شي ليه سعد الحريري بده يدفع هذا التمر في كلام يعني في كلام في خطين في خط من الكلام إنه يعني عدم يعني ما أقدمت عليه السعودية معه من رغبة إنه يكون هو بسائف أفضل وحريص على الدولة وعلى يعني مؤسساتها في مواجهة ما كان فيه من تعاطي إيجابي أو تخزل إردم أمام حزب الله هيدا اليوم نتيجته هيك إنه اليوم أنت لأنك كتير سيارة حزب الله وسيارة العهد وقالنا لك من الأول إنه لازم تضرب الفرام هيدا نقطة يحكى عنا إنه 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 أنت طالما ما فيه نعمل إنه نخدمك بالسياسة خليك هون فيه كلام آخر بيقول كمان بس أنا كمان يعني هيدا كلهم عم بسمعهم إنه قد يجي وقت بتسوية جديدة بمرحلة جديدة بالبلد يعني برضى صعودة جديد بتفاهم بالالتزام صعودة خاصة إنه رئيس يعني إنه خاصة إنه سعد الحريرين حكى إنه أخي أنا من ضمن أريد أن أكون من ضمن مجموعة كبيرة يعني خط جديد ممكن باللحظة معينة يرجوا يمكن يعتمدوا أنا ما عم سوي ولا عم بحكي كلام إلا إليه اللي سامعه لأنه ما حدا عم يقدر يعرف يعني هيدا إنه حضرتك مثلا كنت على علاقة جيدة جدا بالسفير السعودي والسفير الإماراتي واللي هني مفروض يعرفوا السياسة العامة لبلدانه ما بيحكوا أولا يعني أولا على هالكلم أصلا يعني ما بيحكوا يعني رئيس إذا بدك السفير وليد بخاري كان كتير حريص بما خاص الموضوع بخاص موضوع سعد الحريري يعني وحتى الآخرين هذا موضوع على مستوى القيادات العلو يعني على مستوى الأميرة محمد بن ساميح بأنه إنهاء سعد الحريري في لبنان أنا عم أقول لك فيه خيارين يا أنه إنهاء هذه الحالة أنا عم أقول لك إيها أو أنه مثلا بقوله تطهيرها لأنه تيجي مرة تانية بعدم موجودة تحت جانح مثلا السناء الشيعي وعدم عقدة تسويات وتيجي بحالة جديدة بدعم جديد فيه اتنين فرسيون تأجي أقول لك أنا أنه هيدا طب هذا الشي مش لازم الناس تقررون يعني نحن اليوم بلد ديمقراطي فيه انتخابات فيه الشعب شو ما كان ينتخب قياداته وزعاماته مش الناس بتقرر إذا بدأت تقصي سعد الحريري وتبعده يعني نحن سابقا طرح مبايعة بهاء الحريري وكان الرد بأننا لسنا بلد يبايع نحن بلد فيه انتخابات فيه ديمقراطية فيه ناس بتقرر مين بمثلة ليش لم يترك الخيار لسعد الحريري أنه يعتبر اليوم في شارعه هل شارعه يريد أن يعاقبه أو أنه يريد أن يرسخ هذه الزعامة عم تحطيني بموقع أنه أنا أحكي عنه لا أظل نحكي عن مواطع لبنان لبنان اليوم هيك شكله وهيك تركيبته يعني اليوم دايما فيه خوف عم بيكون عند الكل بأنه يتم مناقشة أي شيء يأتي من قرار خارجي من الخليج العربي تحديدا أنه لا فيه حدا لازم يطلع يقول هذا البلد هيك تركيبته إذا كان الواقع أنه فيه قرار لإبعاد سعد الحريري يعني أولا الإماراتيين مثل ما بيحكي أنه حاضنينه أنه أنت اليوم عنا هون طيانة حاضنين عم تشتغل معنا بالاستثمارات عم تتأمن أنه إمكانيات مدية في المعركة فيه تمويل لمشاريع أنه هو بدي يقوم فيها بس أنا عم تحكيني بالمنطق الديمقراطي أو بالمنطق السيادة أنا معك مضبوط هذا موضوع يعود إلى جمهوره إلى انتخابه بس هو لما بيكون هو على خط هذه القيادات عليه كمان ما يظهر منه ما تنسى اليوم أنت عم تحكيني بأي حجم إيادات يعني عم تحكيني بمحمد بن سلمان مع حفظ ألقاب عم تحكيني محمد بن زيد إذا عندهم خطة أنه أنت اليوم إذا زلت على لبنان بدك تقعد مثل المئات تحترق وهن تبعفع على المئات مش راضين فإذا يمكن خليك خارج اللعبة لوقت معين تنطلق بدور جديد يمكن أنا كلام اسمعته بس ما فيني أقلك هيدا مرجح هل هذا تمهيد ليدخول بهاء الدين الحريري الحياة السياسية اللبنانية يعني بوقت إن كفاء سعد وحديث عن حل تيار المستقبل كتنظيم عم بيبرز دخول بهاء الحريري إلى الساحة اللبنانية بتحالف برويح بأكثر من منطقة وأعلنوا بنروح يكون في عندهم أكثر من مرشح هل نحن نشهد هذا التبديل بالأدوار يعني؟ بهاء الحريري حسب المعلومات التي عندها والمعطيات أنه هو سيأخذ الانتخابات من خلال عدة مرشحية على قاعدة أنه بالحد الأدنى عمل الحساب هو يعني بعدة بيئات مش بس سنية يعني أنه مسيحية أنه بحصل على سبع نواب أثمان نواب عم نحكي كأنه الناس يعني بهالعدد مش حلو هيك أنه هو دي العدد اللي بحصل عليه بالبداية رح يقول أنا عملت كتلة مراجحة أنه مؤثرة ومراجحة وخيارة سيادة وخيارة أنه قريبة من خط السعودية دون أي دعم السعودية ممكن هيتأدي إلى أنه يفتح علاقة مع السعودين بهذا الشأن السياسي يعني أنا هكي سامع يعني هلأ المنافسة بين اثنين منا مطروحة يعني أكيد منا يعني اليوم اللي عم ينطرح بالعكس إبعاد سعر الحريري لكي يدخل من البيب العريض أكثر بهذه الحريري يعني اليوم ببيروت عندك إذا بالدير التاني 11 مقعد يعني 11 مقعد بينياتهم ست سنة عندك بعكر عندك بشمال عندك بغير مناطق بمناطق مسيحية عنده عنده بالبقاء الشمال عنده عنده يعني مرشحين من ضمن هذا الخط وممكن يتكامل مع أنا ما بقول يعني مع مجموعات من الحراك يعني المتعدد المتناقض المواقف هذه بس ما بعرف أكتر من هيك يعني لحد اليوم بتقول من الأرجحية هي لفؤد السنيورة مبدعيا فكرة مطروحة أنه نحض من الغياب السنة أنه إذا السنيورة ترشح ببيروت وعد كمان عدة نواب كمان كتلة من عدة أشخاص أنه ممكن إلى حد ما تبقي على الحالة السنية يعني اللي هي إذا بدي أقول يعني متحالفة أو مؤمنة بجمع دول عربي بدور لبنان وجمع الدول العربية أنه ممكن يكون هو وهذا الدور مين بالساحة المسيحية ممكن يرجع يكون أقوى يعني قلنا أن القوات التحالفات عم تستبعد أنه فقط الاشتراكي ممكن تكون هي لها الحصة الأكبر بالساحة المسيحية الأمور رايحة نحو أن القوات يكون عندهم أكثر كتائب الكتائب عم يعملوا تحالفات مثلا مثلا حسب تحالفاتهم اليوم بكسران مثلا يحكي أنه نعمة فرام قال كتائب يحكي أنه من فارس سعادة من الجبال مثلا هاي دي ليستم أبعرف أنه فيها زخم بالمتن الجنوبي عم ينحكى أنه خلينا ما سمي بالمتن عندهم تركيبتهم بغير مناقب يبقوا أسماء التحالفات يعني إبراهيم كنعان باقي بالتيار يعني إبراهيم كنعان باقي بالتحالفه مع التيار إبراهيم باقي بتصنك وين هيكونه هون السؤال هون السؤال بالتصنك شو عاملين بس التيار عندهم حد هلال 3 عاليسة تاريخيا عم بحافظوا على روابط معينة يعني بتقارب مستقبل التيار كان للتصنك دور كتير أساسي فيه لأنه عندهم كان بزحلة عندهم بزحلة ببيروت مشان هيك اليوم ما فيك يتعافي يعني ما حدا فيك يعني التيار اليوم عنده ثلاث مرشحين من هلأ واضحين عليحته بالمتن إنه إبراهيم كنعان وهيشام كانجو قادي معلوف بس هل تحمل الليستة ثلاثة هل الحاصل بيجيب ثلاثة للتيار يعني تبتشناك وين بدي يكون مين بيستعد اليوم من الناس اللي تعتبر رجال الأعمال تمويل هذه اللواقح بيظل التلويح دائما بسائف العقوبات ما بقى يلاقيه ما بقى يلاقيه اليوم بس أنا بعرف أنه فادي عبود بعض عن تكتل مثلا كان عمين حكى أنه بعض ما صار خيش تكتل يعني عم بعطيك مثلا كان عمين حكى كان عمين حكى عمين حكى عمين حكى مش سهل على المستثمرين مش نهائك عميني أنا خليني ما أحكي انتخابات أنا ما أفوت بأسماء لأنه ما في شي نهائي بدي أقول في انتخابات؟ أنا مستبعد الانتخابات اللي عم شفته بالعراق أنه اليوم بالعراق صار في انتخابات ربح الفريق اللي هو شيعي كمان بس رافض لإيران شفتنا شو عم بيصير من عمليات عسكرية من ضرب المنطقة الخضرة من رفض إعلان النتائج من من محرود اغتيال الرئيس الحكومة مصطفى الكاثمي طب اليوم هون الانتخابات شو بدأ تؤدي؟ لأي سبب؟ يعني هذا السؤال هل بدأ تؤدي لأنه تقلب الطاولة باتجاه مثلا حزب الله؟ يعني أنا ماني شايف هيك يعني ماني شايف أبدا خاصة عم برجع قالك أنه اليوم يعني ممكن أن تبدل بالأكترية القائمة ما بتبدل بالأكترية ما بتبدل؟ ما بتبدل؟ ما بتبدل؟ ما بتبدل؟ يعني حزب الله سيكون هو معتبر أنه القوة هي الأواء يعني هي هي الأساس يعني اليوم ما أنا ماني شايف أنه رح تقلب الأمور إلا إذا يعني إذا رجعت إلى تجربة مثلا 2019 وبما نخبر على العالم بغطاء دول وخليج وهذا مش متوفر ما حدا اليوم رح يفوت بمراجهة مع إيران أو يعني أو مع حزب الله يعني فريقه على الساحة البنانية قبل ما يشوفوا على العالي شو عم بسير ونحنا اليوم يعني بانتظار كتير المفاجئات بين حروب رح أحكي عن هذا الموضوع هل نذهب هل اليوم رح تكون آخر مثل ما بقوله آخر دواء الكي يعني هل هو الاتجاه إلى حرب على حزب الله بعد أن استنفذت كل الوسائل بين ضغط اقتصادي ومحاصرة وعقوبات وغيره هل نحن نتج إلى حرب إسرائيلية بدعم عربي أو بغطاء عربي ولسيما بعد تصريح حالف العربي بالأمس وأعلنه صراحة بأن حزب الله هو يشارك باعتباره بالحرب على السعودية وعلى كل دول الخليج ومباشرة عسكريا على الحرب على السعودية عبر اليمن هذا سيكون هو اليوم السؤال الأكبر هل يذهب لبنان إلى حرب جديدة بعد فاصل أخير المشاهدين أهلا بكم من جديد وأنا أتابع الجزء الأخير من حوارنا مع رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سمو أبو فعدة نستسموه هل هناك معلومات أو معطيات عن التحضير لحرب إسرائيلية على لبنان المفاوضات صحة المفاوضات لم تتقدم بكثير كلام يعني بتسمعي وبتابعي وبتقري مقلات أجنبية بيقلوا لك تقدمت بهالنقطة قدموا ليس تمن عشر نقاط وفقوا على ثمانة بعد شوية وبعدين هلأ طالبين إيرانيين نقاط مباشر مع الأمريكان أنهم بيكونوا مع الدول الخمسة تيتفوضوا ربما فيه تقدم تقدم ما فيه الإسرائيل اللي مش قادر بقى يتحمل تقدم يعني عم بقول أنه تقدم تطوير تطوير النووي بإيران عم بقول رح يوصلوا لتسعين بالمية وقادرين ساعتها يهددون منطقة ويقال أنه فيه عدد خطط عم تندرس يعني من زمان أيام ما كان باراك هذا يهودا باراك رئيس أركان كانوا يعملوا خطط ويقولوا كل جمعة غيرنا من خطة كافية ضرب إيران كان رئيس أركان يقولوا أعملنا منورة من هون لليونان لأنه نفس المسافة نشوف مثلا كيف بدنا ننفذ عمليات هلأ عم نحكى بطريقة مباشرة أكتر يعني أنه مبارح رئيس الحكومة طلب من وزير الدفاع يوقف عملية عم نحكى عن استعدادات هذه التسريبات أو كلام تهيئ المناخ لعملية بدت تسير أنا عم بتابع مرعبين عسكريين بأمريكا مرعب العسكري يبقى 30-40 سنة مين مفل بضم يتعاطى معهم مش مثل عندنا هون مين يجرى مسؤول بسير هو صديقه للصخافة عم بتوقعوا أنه عم بقولوا أنه اللقاءات اللي كانت بين إيس الحكومة الإسرائيلية ومدير المستاد ومن ثم مجد جيك سيلفن على إسرائيل مرتين بزار جمعتين عم تدخل بهالإطار يعني إسرائيلية عم يدرسوا كيفية تحقيق ضربة إذا بيقدروا على إيران لأنه إيران كمان في نقاط واسعة فيها خمس نقاط كبيرة في عندها أمكانيات يعني عندها طيران عندها أمكانيات ردعية وكذلك عندها حلفاء على الساحة الإقليمية يبدأ بحزب الله باليمن لا ملنا سهلة بس بس في شيء عند الإسرائيليين هن بيعائدتهم رغم كل الكلام اللي بيقلوها أنه اليهود والفرس ومن أيام أبو خز نصر وشعره ووجدانيات قال أنه في شيء بيجمعهم شايفين أنه ما بقى فيهم يتحملوا يعني حزب الله على كتفهم هون غزة بقلبهم جوا وشوفنا شو صار معهم مؤخرا بس متى نفعت هذه الحروب؟ مفهومه أنا أنا مفهومه غير إذا في حدا عم بيعطيها أوهام معينة أنه هي تقود حرب عنه مفيش أنا عم بحكيك هنا كيف عم بفك تابعة 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 يعني إذا بيثير في متابعة كان فيه هيدا القراءة الدينية والإسرائيلية الداخلية ولا فيه مزبوط تحضير جد أنه اليوم لن نستطيع أن نتحمل تطور إيران بالمنطقة يعني اليوم ما قدروا ما قدروا أول شيء هناك نقمة جدية بالداخل الكيان الإسرائيلي على الحكومات الإسرائيلية بأن دائما هذه الحروب المكلفة عم بتكون وخصوصا أنه هلأ الخطر صار عم بطال داخل هذه المستعمرات وأنه مي بده يموّلها هالحرب بس هل يموّل الخليج العربي حرب على البناء؟ ما فيه يتفعلها هذه الحرب ما في موّلها الخليج العربي الخليج قد يكون إذا انفجرت الحرب وكان فيه اعتداءات على منطقته سيكون عنده دفاع عن حاله بس ما فيه إذا بتكلف خمسين مليار هذه الأسئلة الإسرائيلية ما بيحملها يقول أن هذا التصعيد الخليج اليوم بالتجاهة لبنان لأين بده يوصل؟ لما تطلع تقولي أول مرة بأن حزب الله هو من يقود الحرب على السعودية لأنه واقع لأن السعودية دولة بأول شي دولة وين هو حزب الله بالسعودية؟ أو باقي باليمن؟ ما دام أنا ما بعرف عن حزب الله وأنت ما بتعرف عن حزب الله لأنه هذا الفيديو بتعتبره البليل كافي؟ أنا مش هذه النقطة هم بوقف عندها أنا على أناعة أنا سيمون أبو فارل تقليكيها أنا أنا على أناعة أنه هون قدرات حزب الله أو إمكانيات حزب الله طبعا هي متوفرة باليمن ومش يعني وانحكى عنا وعن بموت من سارة بهالشهرين ثلاثة توفة اثنان اثنان قتل اثنان من حزب الله مسؤولين باليمن من أعلن؟ من أعلن؟ قتلت أثنان مش أنا أين؟ من الأعلن؟ حزب الله لم يعلن ذلك حزب الله فيما يعلم؟ حزب الله هل اختبع مرة بكتير؟ هيدا المعركة هيدا المعركة هيدا المعركة على رأس السطح لا بسوريا فعلا عن نظام وعطاها بعض بس البعض يقول انه هذا تخفيف من قدرات الحسيين انه مين قال اليوم انه الحسيين مش قدرين يعني بالآخر هذه الحرب في اليمن ثمانة سنوات ندربتهم أهلتهم يعني مش بس هيك بس مش مثل ما عديد حزب الله عندهم معداتهم عندهم اليوم مخيماتهم موجودة بالمناطق بأساس الغربية عكعبة عندهم امكانيات يدربوا عالم عندهم خبرة يعني الامكانيات اللي عند حزب الله لو الحسيين تطورت انما اليوم من حزب عنده قدرات ومعركته بسوريا على ست سنوات كمان أهلته يعني قادر الحزب الله والسعودية مش عم تعملها عزر يعني السعودية معتدة عليها من حزب الله ليه من حزب الله لا هي حرب اليوم حرب يعني اليوم كمان ما فينا نلغي انه في حرب قائمة بين اليمن وبين السعودية بالآخر اليوم يعني حضر مين ما كان فيه روح يشارك فيها يعني بين دولتين هذه ما حدا يشارك فيها بس ليش في استخفاف بأهل اليمن اللي عم بي البعض يعتبر انه اليوم الحسيين انه كمان بمعركة دفاع عن النفس بوجه قصف جوي سواء بغطاء عربي او بمشاركة او بتلاف عربي هيدا قصف جوي لبلدهم مين قال لك استخفاف اول شيء هاي اول نقطة مين عم بستخفاف مين عم بستخفاف تستخفوا بالحسيين حزب الله العنبياءات مين قال حزب الله العنبياءات عم بتدربوا اساسي متما بصار بسوريا هو اساسي بهذه المعركة ما ليسا بيكون موجودة هونيك إذا هيدا معركة باليمن والسعودية شعرت انه امن القوم المهدد هي عم بتدفع عن امن يعني حدرتك لو انه فقط العسيين ما عندك مشغلتوا ايض حزب الله ببداية حرب العراق بيّن انه عنده وجود بالعراق بسوريا عنده وجود إذا ما في وجود لحزب الله تؤيد حق اليمنيين بالدفاع عن ارضه وعن نفسه اليمنيين انا مر اعطيك اجاب باليمن تألك ناشي لانه في سعودية لانه صار في دولة ونعمل كذا اتفاق ادول حسيين بالرياض لانه ايران تريد ان تشعل حرب على ضفاف السعودية عملت عدة اتفاقيات بالسعودية وكانت بعضها لصالح الحسين انما رفضتها ايران وحردت الحسين على المعركة السعودية انا عملك معتدة عليها يعني بتقبل اليوم نحن نوصف كل ما جرى من خلال الحرب التحرير وكل المواجهة اللي صارت مع السوريين بانه كان في اعتداء لبناني على السوريين الشرعية اللبنانية طلب التخول السوريين الى لبنان اذا هي كل ما يوصف بموضوع العلاقة بين لبنان والسوريا صار محطة علامة استفاق بدأوا تعدى على السعودية نحن الحرب السورية اللي صارت واللي عملت المقاومة المسيحية كان لابد منه لابد منه بشهو الشرعية اللبنانية طلب الدخول زي سوريا الى لبنان بوقتها خلنا لك هون هون في نقطة بعدها مش واضحة هادي كان وقتا انه الفلسطينية عم بسيطروا على الساحة اللبنانية وشفتنا مخيمات 73 كيف صارت بالمنع بالبلد المعارك ومن ثم صار فيه السوري ترك الفلسطيني يلعب بالسلاحة البنية هو يفوت بعضين اعتبروا بعد اتفاق الطائف انه السوري هو جيش محترم جيش منظم وليس نظم امن دخول سرعي ومؤقت هيك دخول السوري الى لبنان بفوت للردع فات وبدأ يمارس الهايمنية وفتح معركة الاشرفية لنكسروا فيها قدام المسيحيين لا 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 متالك هن تعدوا بتفهم دول للاجم الفلسطينيين وبغطاء اسرائيلي ونحط حدود لأي اذا بيقتروا اللبنانية وطلب من الشرعية اللبنانية بطلب الشرعية كان مغلوب على أمر هيدا الوضع باليمن اليوم باليمن مش هيك الوضع اليمن اليوم باليمن وقت اللي فاتوا السوريين كانوا عندهم حسابات سوريين كان عندهم حسابات مع الفلسطينيين عم يلقطوا الفلسطينية وعم يلقطوا لبنان لعزز دوره وحافظ أسد اليوم باليمن السعودي عمل لهم تسويات ودفع أموال وعلي عبدالله صالح موقف معهم فيه انتسام على الشرعية ضبوا كل العالم إلا أنه المنطق الإيراني بإشعال الحرب وخدمه أخرا وبعد كلام محمد بن سلمان ولي العهد السعودة شو صار بكلام الحكام كلام كتير وأخذ وقت وكتير أخذ سنة أنه هذا كلام انفتاحه بعد يومين استمروا الحسيين بأصف السعودية لأنه مطلوب اليوم السعودية تسلم بهايمنة إيران على المنطقة وتلعب دور وتسلم أنه ما عندها أي حق دفاع عن ذاتها هذه عملية تعدى إيران تقصف السعودية تستنجد بأمريكا السعودية لا تقصف اليمن مين؟ تقصف نقاط عسكرية قالتها نقاط عسكرية لا يسكت مدنيا وينما كان عم بيصير فيه ضحايا بالغلط هؤلاء المدنيين وينما كان ألا يرحمهم إن كان هون أو بأي محل بالعالم بكرواتيا فيه ناس ضحايا حرب ألا يرحمهم هي الحروب هذه التلطة وراء الأماكن معينة لكن اليوم عندما بدك تحكي البعض يقول أنه هو في وقائع الوقائع تقول فيه حرب بين بلدين لابد أن تنتهي بين اليمن وبين السعودية بس ما فيه وقائع فعليا تقول أن حزب الله يشارك بحرب اليمن يشارك كحزب كما هي المشاركة في الحرب السورية إيران تقاتل تب اليمن هذا حزب الله خلصنا نحن عم تحكين الموضوعين فيه الحرب السعودية اليمنية وفيه الحرب اللي عم تقليلي بحزب الله أنا على أني عنه حزب الله قاله دور أنا عم بقلك يا أنا مقتنع لقدرات نتيجة في حال خرج التحالف وقال العربي نريد أن نقصف مواقع إيران في المنطقة اللي بتشكل خطر علينا ومن ضمن مواقع لحزب الله في لبنان سيمو أبو فادل تؤيد هذا الأمر؟ هيدا حرب مفتوحة تؤيد أن يقصف التحالف العربي حرب مفتوحة طبعا طبعا أنا ما فيني هدي حدا مواقع لحزب الله في لبنان تؤيد؟ حرب مفتوحة حرب مفتوحة أنا هيدا حرب مفتوحة هني عم بروح عم بقوله عم بقوله هنه نحن عنا يطلع حزب الله يقوله نحن ما قلنا علاقة ويأمن حجة قوية ويعمل حال الدفاع ماتين من خلال الحكومة ورئيس جمهورية ورئيس الحكومة يقول نحن لا ويطلع يقوله ما عم دافع بس أنا بدي أقعد مسئلة عليك يا هلاني يقولك أنه أنا لأنه أعمل حال لوطني لا ما حدا يزيد علي أنا عم بعطي رأيي الحرب المفتوحة بحكيكي بواقع عم بتكون ساعتا فيها مع التحالف على أن تكون مع حزب الله أنا عم أقول هذه المعركة مفتوحة ما عم تجي ما بدي أغير الموضوع ما عم تجي تقليل اليوم المعركة بأي أنتجاه عم قللك هذه المعركة مفتوحة بها المعركة مفتوحة حضرتك عم بتأيد أن تكون مع التحالف ضد حزب الله سيد حسن الصلاة كان يطلع يقول ويتحدى هون ويسمى هن مقتنعين إنه هاي إذا أنا جيت قلت لك ما بدي رأيك 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 مع التحالف ضد حزب الله ليش حزب الله رحيتها بسورية مع التحالف ضد حزب الله بغض النظر عن ليش لا 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 حسن ماني محرج أنا ليش حزب الله رحيتها بسورية معتبر حاله مهدد نحن نحكي هيك تعتبر حالك اليوم مهدد من حزب الله كمواطن لبناني تعتبر حالك مهدد من حزب الله كمواطن لبناني بدأت كله مهدد مش أنا أنا حزب الله شو يعمل له تهددني؟ بدنا نوصل لنهيتي بدأت كله مهدد ما عندي مشكلة أنا مع حزب الله أنا عم بعت الرأي وحزب الله عم بسمع كلم أكتر وعم يعرف شو عم بيصير وعم بيشوف شو عم بيصير هو بيعرف ما رايح الأمور مش إن هايك حزب الله اليوم عم يعمل الهجوم الأخير تيتمكن أسوأ شي يا مدام أسوأ شي بالبدو يسير بلحظة تفاهمات بلحظة تفاهمات يسير فيه تسوية وأنا مستبعدة بس يسير فيه تسوية ويكون حدا عم يدفع التمن اليوم بالبدو يدفع التمن وأسوأ شي بس تسمعي كلام بقول إنه إذا نقصفت إيران سنرد من جنوب لبنان على إسرائيل ليش تبدي أدفع التمن أنا؟ ليش نسبة تدفع التمن؟ شكرا لك رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فادل أهل وسهلا فيك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء في حلقات جديدة برنامج الحدث بالعام المقبل